ده كان كلام الرئيس نهاردة في الصعيد وعشان أكون واضح جدا لأن أنا عارف دايما الناس بتسمع بودن غير الودن ما زال الصعيد يا إن ما زال الصعيد عنده مشاكل ما زال الصعيد القرى اللي فيه تحت مستوى الفقر ما زال هناك قرى تحتاج الكثير الوضع ده كان موجود إيه الفرق دلوقتي إنه كان ده موجود زمان يا إنه تحت الفقر والقرى تعبانة بس ما كانش حد بيبصله واللي بيحصل دلوقتي لا منحة ولا منة هذا حق المواطن اللي موجود في الصعيد زيه زي أي مواطن تاني يجب أن يأخذ حقه من التنمية واللي بيجرى النهاردة إن هذه الإدارة مش إنها قلبة الصعيد سويسرة خلاص ما زال الصعيد عنده مشاكل زي ما في بحري فيه محافظات كتيرة فيها قرى عندها مشاكل وعايز مستشفيات أكتر زي بحري عايز مدارس أكتر زي بحري عنده فصول مقتزة بالطلبة زي بحري بس كان الأول كان بيحاولوا يحلوا مشاكل بحري إنما الصعيد لا الآن تنظر هذه الدولة بكل عدالة وأن يُعطى الصعيد حقه وأكثر من حقه لسنوات الظلم التي اتعرض لها فهو ما بقاش النهاردة لما الرئيس راح أو لما بصوا للصعيد أو لما عملوا مصانع فبقى سويسرة لا ما زال عنده مشاكل والتحديات ولكن الأول كانت مشاكل والتحديات موجودة بلا حل ولا أحد ينظر له ولا أحد يمد هذه المساعدة فهذا هو الأمر المختلف الآن إن شاء الله هذا الأمر هام لأنه في النهاية معدلات النمو دي بتبقى للدولة كلها أما الناس تشتغل في الصعيد يبقى فيه أكبر محطة للطاقة الشمسية فيه أكبر مصانع للتلفزيون سامسونج وإل جي فيه مصنع بتاع بنزين فيه مصانع للحديد فيه مصانع لمواد البناء فيه مجمعات للشباب علشان يعملوا أعمال جديدة فيه مدارس جديدة فيه مجاري فيه توصيل غاز كل هذا لم يكن موجودة الآن أصبح موجود مش إنه حولوه إلى أوروبا ولكن بدأ إنه يبقى فيه عدالة في توزيع التنمية هي المشكلة إيه دايما في التنمية الهرم إنه بيحصل تنمية في الدولة فإزاي التنمية تصل الهرم كده تصل لغاية القعدة جي وقت زمان كانت التنمية وثمار التنمية بتبقى في قمة الهرم إنما القعدة ما وصلهاش حاجة إنما دلوقتي هو العمل على العدالة إنه أمطار التنمية تصل لغاية القعدة تحت والقعدة دي فيها مراحل اللي هي مرحلة بحري ومرحلة إبلي فإبلي أيضا ينوبه من حب التنمية جانب ده بس اللي حبيت حضراتكم تاخدوا بالكم منه واترقبوه على مدى السنين أنا وأنا أعب أتفرج النهاردة قلت والله لو عندي فرصة أروح أعمل مصنع هناك فيه ده ونشغل ناس ونعمل مصنع كويس لأي صناعة وكده ليه لا حضراتكم شايفين ده اللي إحنا كنا مصورينه في 2018 كانت لسه المستودعات ديت والهناجر ديت بتاعت المصانع على الرمل إحنا اللي مصورينها أنا بجيب لك صورة ولو عايز تسمع الكلام اللي كان بيتقال كانت لسه يا عمدان تعال أشوف النهاردة المجمعات الصناعية دي بقت عاملة إزاي نقلة وباجي والرئيس بيرجع تاني يذاكر معاه اديته الناس ترخصة اديته الناس عددتها يا وزير الكهرباء يا وزير الميا يا وزير الدخلية يا هيئة هندسية يا كامل يا وزير كل الناس دي تقدر أنها تقدم حاجة أنت النهاردة عايزك ترائب التنمية في الصعيد أنا من 3-4 سنين لو كنت قلت لك كلام زي ده هتقول لي فين ده تنمية ايه هو حد حاسس بنا الآن تقدر تقولي الكلام ده وتقدر أن أنت بقلب جامد تبقى حاسس أنه بدأت مؤشرات التنمية في الصعيد وبتدينا نديله حقه المعلوم وليست من حاولة منها ده حقهم زيهم زي أي محافظة أخرى ترجمة نانسي قنقر